هذا وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية دورا لافتا في تناقل وبث خبر وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود حيث كانت المصدر الأول الذي بدأ في انتشار الخبر حتى قبل وسائل الإعلام الرسمية وقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الملك الراحل وعبارات رتائه وتشحت بسواد حزنا على رحيله وتصدرت وسوم خبر الوفاء مواقع تويتر وانستجرام وفيسبوك مشهد حزن عم المعمورة بما رحبت فقالوا من لا حيلة لهم لجمعت كل قصائد الرثاء ما وفيت حق الحزن في فقدانك يا أبا متعب مشهد الأسى بدى واضحا أيضا على أركان العالم الافتراضي بمختلف مواقعه الاجتماعية فكانت هي المنصة الأكبر في بث بلاغ وفاة ملك الإنسانية وسائل التواصل الاجتماعي يعني حطوا الخبر بكثافة كذلك يعني عن طريق الواتساب عن طريق التويتر في الفيسبوك في جميع المنتديات حطوا الخبر أنا بعد كذلك يعني بعد ما شفت تلفزيون عساس أن بعدها تأكد شفت الواتساب وتأكد من الخبر أنه فعلا يعني الخبر صحيح والله تلقينا الخبر عن طريق الميديا سوشال ميديا اللي هي التواصل الاجتماعي عن طريق التويتر وهذه فانصدامنا يعني بلغ تداول خبر وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ذروة التفاعل حتى تصدر واسم وفاة خادم الحرمين الشريفين تويتر عالميا وغيره من الأوسمة التي أنعشت المغردون وصلني الخبر عن طريقة تويتر تغييد بعد تغييد لكن أنا ظنيتها إشاعة مثل الإشاعة التي ظهرت قبل كم فترة أسبوع أو أسبوعين لكن توجهت بعد صدور البيان الملكي من الدوان الملكي السعودي أن فعلا الملك عبدالله توفى الله الرحمه كذلك هي المواقع المحلية تصدرت عنوينها خبر تشييع جثمان حبيب شعبه بل حبيب الشعوب إن صح التعبير فردود أفعال المجتمعات العربية والإسلامية برهنت حجم تلك المحبة الله أكبر برحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى رحمة الله الواسعة تكون أمة الإسلام قد فقدت ذلك الرمز الكبير تاركا خلفه ذكراه الطيبة في نفوس الجميع ألهمهم الله الصبر والسلوان بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين